السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف يارب تكونوا بصحة وصعيدة وخير إن شاء الله النهاردة هنتكلم على بزور النجوم بزور النجوم أو أبناء النجوم أو الظاهريين على حسب المسمى اللي بتسموه لهم ومنهم طبعا عمال النور طيب فيه سؤال بيتكرر إزاي أعرف أن أنا من بزور النجوم هنتكلم النهاردة وهنشرح كل ده إن شاء الله بس ما تنسوش اللايك بليس عشان بيرفع الأوديو الأكبر عدد ممكن من المشاهدين والمتابعين وطبعا اللايك ده أنتوا يعني مش عايزة أقولكم أنتوا بتنفعوا كتير أصدقاء ليكم هتنفعوهم باللايك ده فعليا يعني هتكسبوا سواب بمعنى أصح هنيجي نتكلم هنا على موضوع النجوم أو بزور النجوم هتلاقي نفسك دايما عندك اشتياء كده وبتبص للسماء ومصاحب لنجمة معينة أو لنجمة معين أو بتبص للنجوم عموما وبتشعر بالحنين وبتشعر وكأن فيه شوق واشتياء للنجوم وللكواكب دي وللمكان ده وبتوقع تسأل نفسك كده هي النجوم دي عايشة فين أو المجرات الجميلة دي أسفر لها إزاي أو أسئلة كده كنا بنسألها لنفسنا وإحنا صغيرين النجمة دي عبارة عن إيه وبتبقى محتاج تفسير كتير قوي للنجوم ولنظرتك للسماء كتير مننا وإحنا أطفال كنا دايما مرتبطين ونقول مثلا النجمة دي بتاعتنا النجمة دي تخصنا كتير منكم كانوا بيعودوا يحكوا مع النجوم يشكلهم همومهم ويكلمهم معاهم هتلاقي نفسك كنت بتتساءل دايما وبتشعر مع النجوم وكأنهم مثلا عيلتك أو كأنهم حد من مضيك ولكن انت مش عارف توصل هو لي أنا مرتبط بالكواكب دي وأسافر إزاي للمجرات الجميلة دي اللي في تكون وكنت بتشعر برضو بأن انت ما بتنتميش للأرض دي أو انت في حاجة بتجذبك للكتل النجمية أو للكواكب فيه انجزاب على وجه القصوص بالكواكب والنجوم عموما بزور النجوم هي كائنات وأرواح روحية متقدمة جدا 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 نشأت في كواكب بعيدة وأنظمة شمسية والمجرات نشأت بعيدة عن الأرض الكائنات والأرواح دي بتحمل نفوس متطورة من الحكمة بداخلها لجانب كمان أن هما بيكون عندهم قدرات رهيبة جدا وهبات من الله سبحانه وتعالى وهبات خاصة بيهم وكل واحد قدرته والهبة اللي عنده مختلفة عن الآخر مختلفة تماما يقال عنهم الأرواح النجمية هم على عكس البشر وملائكة الأرض عموما وما بيكونش ليهم جزور هنا على الأرض بل هما تم إرسالهم لإكمال مهمة أو فاعل شيء معين محدد كمان على الأرض وعلى فكرة ليهم عديد من الأنواع المختلفة لكن مهمتهم الأساسية هي تمهيد المصارات الجديدة من الشفاء والابتكار والإبداع والتفاهم والتوسع وسعود الأرض بزور النجوم بيرفعوا اهتزاز الأرض بزور النجوم بيكون عندهم طاقة إيجابية عالية جدا جدا وبيساعدوا على رفع اهتزاز الكوكب عادة ومعظمهم هم اللي بينشروا الحب غير المشروط الحب والسلام والشفاء الإلهي من عند الله سبحانه وتعالى على فكرة بزور النجوم كتير جدا وفي ناس ما تعرفش نفسها أن هم فعلا من بزور النجوم في منهم ناس كتير جدا معالجين وفي ناس معلمين وفي ناس مستشارين وفي شيوخ وفي حكمة لو أنت منهم هتلاقي نفسك دايما عندك حنين للوطن زي ما بيقولوا دايما بتنظر للنجوم والسماء والكواكب وبيبقى عندك حنين ديهم واشتياء جامد جدا كمان بتكون عندك شعور بالاختلاف أو عدم الانتماء على الأرض اللي أنت موجود فيها بتحب كمان أن أنت بتكون إنسان متعاطف مع الجميع إنسان حساس جدا وكمان دايما بيكون في دماغك لما بتكون في منصب أو في شغل أو في عمل حتى لو كنت ناجح فيه دايما بتبحث وبتقول مش ده مكاني أنا مش جاي هنا على الأرض ديه علشان يكون ده شغلي هو ده الحاجة الوحيدة اللي أنا بعملها على الأرض مثلا أو هو يا دي المهمة اللي أنا جاي بيها على الأرض دايما بيكون في دماغك إن فيه مهمة تانية أنت جاي لها على الأرض بيكون عندك شغف رهيب جدا على الحرية والحرية بمفهومها الصحيح وليس مفهومها الخطأ بزور النجوم بيكونوا أسكياء جدا وبيحبوا يتعلموا وبيحبوا يقروا ما وراء الطبيعة وحدثهم بيكون قوي جدا 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 كمان بيكون عندهم قدرات نفسية رهيبة وخوارق من عند الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيتلهم من علمه إلا دني البعض من بزور النجوم بيعرفوا أنه هما أو أبناء النجوم أيما يكون المسمى بعد ما بيتعرضوا لصدمة كبيرة جدا أو حدث كبير جدا في حياتهم أو بيمروا بتجربة صعبة مريرة في حياتهم بيبتدي هنا تختلف حياتهم تماما وبيبتدوا يبحثوا لما بيبحثوا بيعرفوا أنه هما من بزور النجوم كمان دايما بيكون عندهم إحساس وشعور أنه هما روح قديمة قوي روح عتيقة زي ما بيقولوا وأن أنت كنت مثلا لا أنت كنت موجود هنا على الأرض دي من قبل كده يعني أنت كنت قايم بمهمة هنا على الأرض دي من قبل كده وجاي بتكملها بيكون عندهم دايما اهتمامات بالصحة والعلاجات الطبيعية العلاجات اللي بالأعشاب والطب البديل كمان بيكون عندهم نفور نفور من الأزى والعنف والانتحار والانتقام والحجد بيكون عندهم نفور من الأشخاص اللي بيحسوا فيهم أنه هما عندهم التقاط السلبية دي أو أنهما بالفعل أشخاص حابين أزى الأشخاص المحاةين بيهم بيكون عندهم نفور منهم جامد جدا جدا اللي من البزور النجوم دايما هيلاقي بينجذب ليه الأطفال الأطفال الصغيرين جدا هتلاقيهم بينجذبوا ليك هتلاقي الحيوانات الأليفة سواء الكلاب أو القطط هتلاقيهم دايما بينجذبوا ليك وبيحسوا بهالتك بيحسوا أن أنت مصدر أمان ليهم وأن أنت لا يمكن تأذيهم وبالفعل هو ما فيش حد من بزور النجوم بيقدر يأذي كائن على وجه الأرض هتلاقي نفسك دايما كمان بتبحث على علم الفلك وعلم التنجيم والروحانيات والطارود وعندك شغف رهيب جدا أن أنت تقرأ وتتعلم كل ما هو ما وراء الطبيعة هتلاقي ناس كتيرة جدا بتنجذب ليك لمساعدتهم ودعمهم هتلاقي ناس حولين منك بيحبوا يعودوا معاك ويسمعوك ومجرد ما أنهم يعودوا معاك بيرتاحوا يعني لو حد جايه يحكي لك مشكلة بعدها مباشرة بيقولك أنا ارتحت لمجرد أن أنا حكيت لك مع أن أنت ممكن ما تكونش قمت بدور مادي فعليا معاه ولكن هو بيحس بالراحة النفسية دي وأن فعلا مشكلته تتحلت لمجرد أنت ما سمعتها البعض من بزور النجوم عاشقين جدا لنظريات المؤامرة والأفلام الوثائقية هنيجي النقطة مهمة جدا ودي من وإنت طفل من وإنت طفل كان عندك أصدقاء بتلعب معاهم وإنت طفل كان عندك أصدقاء وهميين يعني المحيطين بيك هما مش شايفينهم تمام؟ وكانت عندكم أحلام يقظة كتير جدا جدا كمان كان عندكم ذكريات في العيش بكوكب آخر يعني أن أنتوا كنتوا متعايشين وعايشين في كوكب آخر غير الكوكب ده هتلاقي ذكريات داخلية في العقل الباطن متخزنة عندك بكده دايما كمان البعض منكم هيكون عنده اعتقاد رهيب جدا أن في حياة في مكان آخر وكائنات في مكان آخر عادة كمان بزور النجوم بيقروا اللي ما بين السطور يعني أي حد بيكلمهم هما بيقروا اللي ما بين السطور في كلامه والتقاط كويس جدا ورهيب الفروق الدقيقة اللي هو ما بيبقاش واخد باله منها وهو بيحكي القصة أو بيسردها له دايما بيكون عندك احساس بأن الأرض دي مكان مؤقت لكن ما انتش معتاد عليه يعني عارف كويس جدا وعندك يقين أنه هو مجرد حاجة مؤقتة ليك العيش على الأرض دي عايزة نبهها لحاجة معينة أن انتو ما بيكونش فيه اختلافات جسدية بينكم وبين الآخرين بالعكس ولكن بيكون عندكم شعور بأن انتو بتعرفوا تقروا الشخص من الداخل أنت بتخاطب روحه من الداخل وهتلاقي نفسك دايما أن انت من النوع اللي دايما بتحط نفسك مكان الشخص المقابل ليك مكان الشخص اللي بيشعر بألم يعني أنت دايما بتحس بألم الآخرين بمعنى أصحه وبتحط نفسك مكانهم البعض من بزور النجوم ممكن شوية تلعسم في الكلام أولغ بطيطة كده شوية صغيرة في الحروف والكلمات وده نتيجة أن هما بيكونوا زي ما قلنا هما كائنات جاية موجودة على الأرض هنا فده عادي بيحصل أنه هو تلاقيه بيتكلم على فترته وبتلاقيه حتى في حروف وبعض الكلمات بيكون يعني تايه عن معناها بمعنى أصح لأنه هو طبعا تفكيره كمان بيكون مشتت جامد جدا 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 حتى وهو قاعد معاك تفكيره بيكون في حيطة تانية أو أماكن تانية كتيرة يعني بيقدر يبقى شابك أمور كتيرة من عوالم أخرى وهو جالس معاك بيتكلم معظم بيزور النجوم عندهم سهولة في الارتباك العاطفي والعقلي والحيوي كمان لأن هم أشخاص شديدين جدا شديد الحساسية قوي يعني بيكون حساس جدا بيحاول كمان بقدر الإمكان تجنب المواجهة وتجنب الأماكن المزدحمة وتجنب العنف وتجنب الحوار العصبي كتير منهم موهوبين وعندهم موهبة الإسقاط النجمي ودي بتكون موهبة ربانية ليهم يعني ما بياخدوهاش عن طريق دراسة أو عن طريق تجربة أن هم يعملوها أو يكونوا لا خالص بتجي لهم هي كده من عند الله سبحانه وتعالى تجربة الإسقاط النجمي علم الرؤية كمان والوساطة برضو بيكون من عند الله سبحانه وتعالى عندهم مجموعة كبيرة جدا وكملة من القدرات الخارقة القدرات الأخرى اللي ما يقدرش شخص عادي يقدر عليها زي ما قلنا إمتى بيعرفوا أن هم بزور نجوم أو أن هم بيبتدي تشغيل الاستيقاظ بتاعهم بيبتدي بعد حدث رهيب ليهم أو تجربة مؤلمة يعني حدث زي مثلا فقدان لحد عزيز عليهم فقدان وظيفتهم وكيانهم اللي كانوا مثلا متشبسين به الدخول مثلا في ديون كبيرة جدا 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 التنمر شديد جدا عليهم لأن هم كمان من النوع اللي دايما بيكون الأفراد البيئة اللي حوالين منهم بيكونوا دايما متنمرين عليهم دايما حسين بالنبز لأن هم بيكونوا مختلفين مختلفين في كل حاجة أسئلتهم بتكون كتيرة جدا جدا هنيجي النقطة مهمة أن في بزور نجوم قديمة وفي بزور نجوم جديدة عادة بتعاني بزور النجوم الجديدة من القلق والاكتئاب على الأرض هنا أكتر بكتير من بزور النجوم القديمة كمان دايما هتلاقي نفسك من الأشخاص اللي بيدفعوا عن حقوق الإنسان أو الحيوان عامة على الأرض بتحاول ترفض العنف وبتحاول ترفض الأزو بتحاول ترفض التنمر بتكون نافر من الحاجات دي بالفعل بزور النجوم على فكرة عادة بيقربوا من بعض وبينتموا لبعض وبيحسوا بانجذاب قوي جدا جدا لبعضهم البعض بيحسوا ببعض بيحسوا أن الشخص ده مثلا من عائلاتنا أن الشخص ده مني أو قريب مني دايما بينجذبوا البعض هتلاقي نفسك دايما بتبحث في الأساطير الغير عادية في الألغاز اللي لسه محدش حلها في العوالم المفقودة اللي منذ فترة طويلة جدا جدا كمان بتشعر بنفسك أن أنت ورست من الأهل العبا أو الأم ورست منهم حاجات قليلة جدا جدا يعني أنت مثلا أنت لأ أنت مش شبههم أو أنت مش زيهم أو أنت مختلف عن البيئة اللي أنت جيت فيها لأن غالبا بزور النجوم بيشعروا بأنهم لا علاقة لهم بأسرتهم البيولوجية يعني هتلاقي نفسك عندك قليل قوي من الحاجات اللي بتشترك فيها مع الأسرة سواء كانت صفات جسدية أو كانت باع أو كان سلوب حياة هتلاقي نفسك مختلف تماما عنهم وده لأن غالبا بزور النجوم بيقال أنها بتتم وضعها داخل عائلة في وقت معين لأداء مهمتها على الأرض وعلى فكرة ممكن العيلة دي تكون عيلة مفككة من الداخل ممكن تكون عيلة كرمية ممكن تكون بأسامة بيجي علشان برضو من مهمته أنه هو شفاء للعائلة دي وأنه هو يغير منهم عادة بزور النجوم على وجه الخصوص بيمتلكوا قدرات رهيبة جدا وتواصل روحي لا يصدقوا عقل يقال عنهم كمان أن هم من المحتمل أنهم كانوا بيتفعلوا مع الأرواح اللي تم تمريرها أو الأرواح اللي بتمشي عبر أبعاد متعددة لما قلنا أن بزور النجوم بيكونوا بيبحثوا في الفلك وعلم التنجيم والروحانيات عموما ده لأن هم بيكونوا عندهم فضول عايزين يعرفوا المزيد عن محيطهم عايزين يعرفوا هم مين بيبقى عندهم شغف رهيب جدا من جوة منهم كتير منهم هتلاقيهم عمال نور كتير منهم هتلاقيهم موهوبين في فن الطروت أو في الصفر النجمي أو الهدايا الروحية بزور النجوم لو تكلمنا عنهم هنتكلم عليهم كذا أديو فأديكوا بس ملخص بسيط كمان بيشعروا بالانجذاب للبلورات وخصائصها العلاجية البلورات لأن البلورات بتكون بتسخر طاقتها بيبقى عندهم يقول أن البلورات يعني بتسخر طاقتها الفريدة والمقدسة ده نظرا طبعا لأن بيتم حصادها من أعمق سطح الأرض أو في بعض الحالات بتكون حطام نيزاكي متساقط فعشان كده بزور النجوم بيكون عندهم ارتباط رهيب جدا بأدوات الشفاء دي وعلى فكرة بيقدروا يعرفوا كويس جدا نقاط القوة والضعف لكل بلورة هم بيشوفوها كمان هم عندهم صفر نجمي عندهم أصفار كتيرة جدا وده بيحدث غالبا أثناء حالة الحلم أو التنويم المغناطيسي اللي ارتدادي تمام؟ عادة بيكون عندك إحساس كده وعاطفة لأن انت لازم الشخص الآخر يظهر الاحترام لك عادة كمان بتكون كائن عاطفي جدا 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 بزور النجوم بيحبوا دايما المحفزات ليهم بيحبوا الكلام الكويس ليهم بيحبوا تقدير الأشخاص ليهم وده على فكرة مش غرور أو تقبر أو إيجو أو ما شبه ذلك يعني كمان بزور النجوم لا يؤمنوا بالصدفة نهائيا بمعنى أدق يعني أنت لو شفت الأوديو ده صدفة فتأكد مليون مرة أنه مش صدفة أنه موجه ليك لأنه أكيد ليك رسالة فيه بزور النجوم بيشوفوا حاجات كتيرة جدا من السهل عليهم هما رؤيتها ولكن لا يستطيع العلم تفسرها بمعنى أصح ما بيقدرش العلم يفسرها لهم كمان ما بيقلقوش من الظواهر الغير طبيعية يعني الظواهر الغير طبيعية ما بتقلقهمش خالص يعني لكن بتصير اهتمامهم هنيجي الأهم نقطة بقى أنه هو بينجذب ليهم جامد جدا الناس مصصين الطاقة الناس النرجسيين هل تك بتجذب الناس المرضى دول لأن اهتزازك عالي جدا 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 بشكل غير طبيعي وساعد تسأل نفسك وأنا ليه بينجذب لي الناس دي طبعا لأن دول مصابين بأمراض مزمنة تكاد تكون أمراض مزمنة لأن النرجسي بطبيعته مالوش علاج بمعنى أصح ولكن بيكون قادر على اكتشاف الشخص النرجسي وقادر على اكتشاف الشخص مصص الطاقة وهم بينجذبوا لي علشان طاقته القوية وهالته القوية لأن طاقته عالية جدا جدا واهتزازه عالي جدا جدا لذلك هتلاقي نفسك دايما بتستقطب الناس النرجسيين أو الناس مصصين الطاقة ولذلك بقول لكم احذروا زي ما قلنا قبل كده بزور النجوم هم هي أرواح قديمة حكيمة عاشت العديد والعديد من الأرواح الماضية طيب هل لما بينتهي أو بيموت حد من بزور النجوم مجرد ما بينتهي شخص أو بيموت شخص بيجي شخص تاني آخر بزور النجوم ناخد بالنا أن هم كم كبير جدا وسطنا وقدرات هائلة وربنا يكتر من أمثالهم لأنهم بالفعل طاقة نور على الأرض كمان بزور النجوم من النوع بيحب الصفر كتير بيحب يتنقل من مكان لمكان كتير وده طبعا لأداء مهمته ممكن كمان يبقى فيه جاذبية له لمكان معين أو بلد معينة هو مش عارف هو عايز يروح ليه أو ليه جات البلد دي في دماغه بس أكيد بيكون عاش فيها حياة قبل كده أو كان فيه مهمة ليه هيقوم بيها في البلد دي لذلك اللي بيبقى عارف كويس جدا أنه هو من بزور النجوم مكان ما زي ما بنقول كده بالمصري نده نداهته بيروح لأنه هو بيبقى عارف كويس جدا يا إما ليه رسالة يا إما ليه مهمة في المكان ده زي ما اتفقنا وقلنا أن بزور النجوم عندهم قدرات كبيرة جدا وقدرات عالية جدا 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 بيقدروا بينتقلوا بالجسد الأسيري بيقدروا ينتقلوا من مكان إلى آخر يعني وانت قاعد مع حد ممكن ينتقل من مكان إلى مكان آخر وهو قاعد معاك بالفعل وبيكلمك بس لو ركز كويس جدا بينتقل من مكان إلى مكان آخر لأحداث معينة وده هنبقى تشرحه بعدين إن شاء الله تقولوا لي في الكومنتات إذا حابين أشرحه أوكي هبقى أشرحه في آديو تاني يلا عشان ما طولش عليكم أتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير ولو اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس لكل ومنتظر تعليقاتكم الإيجابية الجميلة وأسئلتكم وأهلا بيكم كانت معاكم حنان علي